تتوجه أنظار العالم خلال ساعات القليلة المقبلة إلى مدينة الشرم الشيخ حيث تنطلق اجتماعات البنك الأسوي للإستثمار في البنية التحتية وذلك لأول مرة بإفريقيا بمشاركة 106 دول من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديدة من القضايا أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شركات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية وتعبئة الموارد لتمويل المناخ وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدنات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا فضلا عن جلسات أخرى وندوات مختلفة